الخطاب السياسي لرئيس تيار المستقبل سعد الحرير ما بعد 14 شباط ليس كما قبله تماما كما تغير الشكل ساحة رياض الصلح المحاوطة بالبلوكات الإسمنتية من كل الجوانب لدواع أمنية وأخرى تتعلق بالسلم الأهلي في هذه الساحة كثائر الساحات الأخرى ترجع عدد الخيام الصامدة فهل خمد زخم الثورة؟ بعد 125 يوم اللي بتوقع أنه كل الأيام تكون مثل بعضها هذه هي سوريالية سياسية نحن بنعرف أنه في توقيتات ومومنتوم يعني للناس بتنفجر وبتنزل على الشارع بالنهاية مش العالم عم تنزل من وراء بوستر على فيسبوك أو من وراء حدا عم بيقلها على التلفزيون زالة في شي عم بيصير عم بيخلي العالم تنفجر وتنزل على الشارع الانفجار القادم لن يستطيع أحد ضبط أسلوبه ولا شكله إن شاء الله ما نوصل لمحال العالم تاكل بعضها لأنه ما هو قادم بالاقتصاد وبالنقد شيء كتير بشع الحرير الذي اختار ترك الساحة السياسية والاستقالة خطابه في فكرة 14 شباط ارتكز على تصنيفات سياسية تم تجديدها مغارضة وسلطة فأين يرى المنتفضون في الشارع أنفسهم من هذا التصنيف فعلا حسينا حالنا على غير كوكب وكأنه يحكي عن غير بلد هذه المحاولة لتبرئة الحريرية السياسية من كل ما وصل البلد إليه بينما المهندس الفعلي لهذا الاقتصاد الريعي ولهذه السياسة النقدية هو الرئيس المرحوم رفيق الحريري فكا انتفاضة لسنا ممثلين لا في الحكومة ولا في هذه المعارضة فهذا شرف لنا ونحن لا نقبل أن نكون ممثلين ضمن هذين الاستفافين خلال الخطاب رسم خارطة جديدة للإستفافات السياسية من خلال دعوة بغير مباشرة للقوات والاشتراك إلى العودة إلى صفوف 14 أدار و8 أدار وبالتالي وضع نفسه في خانة المعارضة بين هلالين واليوم موقعنا نحن خارج هيدا الاثنين خطاب الحريري سبقه كلمة لرئيس الحكومة حسان دياب خلال جلسة الثقة وعليه انقسم الشارع إلى قسمين أساسيين الأول المجموعات التي تطعط بسلبية مطلقة والثاني المجموعات التي تتريف لتبقى العبرة في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة وفي رأس قائمة الأولويات الإصلاحات الاقتصادية والنقدية هذه الحكومة تحت اختبارات عدة أولا الموازنة وللأسف سأط فيها الرئيس حسان دياب بتبني الموازنة السابقة الشيء الثاني اللي نحن بعدنا مترقبينه هو جلستي مجلس الوزراء اللي جايين هل أول جلسات مجلس الوزراء رح يكونوا على قدر تطلعات الشعب اللبناني للأسف المرة الماضية صار فيه اجتماع حول اليورو البونز بتأجل ورحنا مرة أخرى على استشارات خارجية لسنا نحن من نعطي أو لا نعطي فرصة نحن عم نعمل واجباتنا وهن يعملوا واجباتهم أما بخصوص المراحل المقبلة فعلى الأقل في هذا الأسبوع نحن سنتوجه نحن موزات الاقتصاد وحماية المستهلك بسبب الجنون الفعلي للأسعار في السلع أو الذي طال السلع الغذائية والاستهلاكية المباشرة للمواطنين التظاهر والاعتصام لمجرد إثبات الوجود في الشارع يراه البعض غير مفيد في المرحلة الحالية لأن الشارع أصبح ملعبا للجمهورين الثوري والحزبي ولكن الأهم بالنسبة لعدد من مجموعات الحراك هو الضغط نحو مراكز القرار والقضاء على مزاريب الهدر والفساد